لماذا تعمدت هذه الشاعرة السورية تأديب منافسها الخليجي أمام الجمهور؟ وهل كان الشاعر المنافس يتعمد استهداف السيدات السوريات؟ قمر الجاسم، شاعرة سورية لديها من الإمكانات الخاصة أنها تستطيع وضع كل منافس لها في حجمه الطبيعي. كثيرون تساءلوا حينما شاهدوا قدراتها على المواجهة خلال المنافسات التي تحولت أحياناً إلى نزاعات اقتربت من المواجهات خلال المنافسات الشعرية. وبدأت التساؤلات عن مؤهلاتها وخبرتها السياسية وقدرتها على الرد البديهي على أي منافس يدور بعقله أنه قادر على مواجهتها. إنها قمر صبر الجاسم، شاعرة وإعلامية يلقبونها في سوريا بالشاعرة الحمصية، نسبة إلى مدينة حمص التي ولدت بها، ومنذ وقت مبكر من عمرها سيطر حب الشعري على قمر الجاسم. وأكملت دراستها حتى وقفت أمام أبواب جامعة دمشق لبدء مرحلة علمية جديدة حيث درست الاقتصاد. تخرجت قمر في الجامعة وعينها على الإعلام، وسريعاً انتقلت إلى جريدة سورية ومنها إلى إذاعة صوت الشعب، وساعدها في ذلك قدرتها على الحديث، وضبط مخارج الحروف وحبها الشديد للغة العربية، على الرغم من أنها لم تكن مجال دراستها الأصلي. تؤمن قمر الجاسم بأن من قرأ أكثر يكتب كثيراً، ولذلك اتجهت منذ اللحظة الأولى لتعلمها القراءة إلى القراءة المستفيدة في أكثر من مجال. كذا شاركت في برنامج أمير الشعراء المذاعي على قناة أبوظبي الإماراتية، وأبهرت الجميع بقدرتها على الإلقاء والأداء الجيد. قمر عرفت بجرأتها في قصائدها الجريئة والتي تعبر فيها عن حق السيدات في الحب والعشق، مثلهن مثل الرجل، ورغم أن قصائدها تلك وجدت تحفظاً لدى البعض، إلا أنها كانت أكثر شعبية مع السيدات. وتقول في إحدى قصائدها، تجاوزت في حبك المستحيلة وكنت أدون صبر انتظاري على دفتر العاشقات، وحين التقينا تأكدت أن الإله يبارك حبي. لكن منافسها الخليجي في برنامج أمير الشعراء ألقى قصيدة كان واضحاً تماماً أنها تحمل انتقاداً لقمر والسوريات كافة، حيث تعمد الشاعر وضع بيت في قصيدته يسأل فيه هذه الشاعرة السورية قائلاً ما الذي أتى بك إلى هنا؟ سكتت قمر الجاسم طويلاً وتركت الفرصة لمنافسها الخليجي يله بقصائده كما يشاء، حتى ظن أنه حقق انتصاراً كبيراً على الشاعرة السورية أمام جمهور الستوديو وجمهور الهواء. الجمهور كانوا جميعاً في حالة ذهول أمام صمت هذه الشاعرة، لكن يبدو أنها كانت قد اتخذت قراراً بالرد السريع على المنافس لوقفه عند حده وأمام الجمهور أيضاً. وفجأة نظرت الشاعرة السورية بعد أن فرغ الرجل من إلقاء قصيدته التي تضمنت تلميحات صعبة، حتى رمقته بنظرة هادئة وابتسامة الواثقة من نفسها وأخذت ترد عليه بقصيدة أشد جرأة بينما تعالى تصفيق الجمهور تشجيعاً لموهبتها وسرعة البديهة التي تتحلى بها وقدرتها على إلقاء الشعري بالعامية والفصحة.